اشتركوا في القناة وقدوتنا محمدا رسول الله الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته بحكمته ورحمته يقدر على عبده البلاء هذه الدنيا دار بلاء دار اختبار الله عز وجل أراد أن يظهر علمه فينا فيبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخط وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه هكذا قال صلى الله عليه وسلم ووالله الذي لا إله غيره ما رأيتم ابتلا مثل ما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنك تكاد يعني ينفطر قلبك من كمية البلاءات التي ابتل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إليه أحب الخلق إلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يبتليه الله تبارك وتعالى ببلاءات عظيمة طيلة حياته حتى قبل أن يبعث حتى قبل أن يبعث لكن أنا سألقي الضوء على ما جرى له بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أنه كان المبتنى الراضي ليس صابرا فقط بل كان راضيا تماما رضا عن ربه تبارك وتعالى هكذا كان صلى الله عليه وسلم في ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى أبا بكر الصديق وعمر أبا الخطاب وكان الجو حارا في نحر الظهيرة فسألهما ما أخرجكم من بيتكم هذه الساعة قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع فقال لهما وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع لك أن تتخيل يخرج من بيته في نحر الظهيرة لأنه جائع لا يجد حتى في بيته تمر فيأخذ أصحابه الصديق والفاروق ويقول انطلق إلى دار أب الهيثم ابن التيهان أحد الأنصار فلما ذهب إليه أطعمهما رضي الله تعالى عنه وأرضه وبينما هو يأكل صلى الله عليه وسلم قال لهما والله لتسألن عن هذا النعيم والله لتسألن عن هذا النعيم في ذات يوم اندعاه رجل إلى طعام صلى الله عليه وسلم فبعدما طعم انظر كيف أسنى على ربه تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيل الحمد لله رب العالمين حتى مع عظيم بلائه صلى الله عليه وسلم كان عظيم الرضا والثناء على ربه تبارك وتعالى كان دائما يقول الحمد لله حتى في صباحه ومسائه في صباحه ومسائه وعند نومه وعند استيقاضه وعند طعامه وعند شرابه دائم الحمد يصلي طيلة الليل أكثر الليل يقيمه صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدمه فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا تعالى نعرف بما ابتل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى قطر عليه في الرزق فلم يوسع عليه في رزقه إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم عاش أكثر حياته صلى الله عليه وسلم مسكينا ليس معه الكثير من المال مع يعني عنده ضيق في الحال مع ما كان معه من تسعة من النسوة لذلك يقول عمر والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوى بطنه من الجوع يتلوى من الجوع يتألم من الجوع صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة لقد كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتاته الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي نار صلى الله عليه وسلم فيقول لها السائل فعلى ما كنتم تعيشون قالت على الأسودان التمر والماء هذا الذي يقيتء صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا ويشرب ماء صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك في غاية الرضا كان يربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم وهو لو شاء لأجر الله تبارك وتعالى له الجبال ذهبا وفضة لكنه راض بقضاء الله له صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ينام على ماذا انظر إلى سريرك ألقي عليه نظرة وانظر إلى نعمته ولينه أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر يترك أسرا في جنبه يدخل عليه عمر يوما فيرى ذلك يعني كأن المنظر قسم عمر قسمين آلمه جدا فبكى عمر قال ما يبكيك يا عمر قال يا رسول الله أنت نبي الله أنت رسول الله تنام على هذا الحصير وكسرى وقيصر يتنعمون في الحرير والديباج فقال له يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة رضي صلى الله عليه وسلم ماذا كان كساءه كان يلبس ثوبا من صوف لما جاء رجل يوم من الأعراب وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك وجذبه جذبه من هذا الثوب يقول حتى أثر في رقبته صلى الله عليه وسلم ترك أسرا جرحه في رقبته لخشونته وغلظته صلى الله عليه وآله وسلم لقد ابتري صلى الله عليه وسلم بالمرض أيها المريض يا من ابتلاك الله تعالى بالمرض لا تحزن لقد سبقك في ذلك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه كان إذا مرض اشتد عليه الألم كما يشتد على رجلين يعني يضاعف له الألم نقل عليه أحد الصحابة يوما أو لا أذكر عائشة فقالت له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا تتألم جدا في مرضك قال نعم إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم الله أكبر سقط يوما عن فرسه صلى الله عليه وسلم فجوحش جنبه يعني انقلف أصابه الضر صلى الله عليه وسلم فمكس لا يستطيع القيام قريبا من الشهر يعوده الناس في بيته صلى الله عليه وآله وسلم وضع له السم في الشاه فظل يعاني من ذلك حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم ابتري النبي صلى الله عليه وسلم بالفقد يا من ابتلاك الله تبارك وتعالى فأخذ منك حبيبك أخذ منك ولدك أخذ منك والدك أخذ منك أمك أخذ منك زوجك زوجتك ابنك النبي صلى الله عليه وسلم فقد كل ذلك والله يعني الإنسان لا يتخيل وهو في مكة في أحلك اللحظات حيث كان في أمس الحاجة إلى حبيبته وزوجته وأم أولاده خديجة خديجة بنت خويلد أقرب الناس له وفجأة تموت خديجة زوجته أخذها الله منه وفي نفس السنة يموت عمه صلى الله عليه وسلم ابتري بالفقد فقد كل أولاده الذكور في حياته أعطى الله تعالى القاسم وإبراهيم والطيب فيموتون جميعا ثم يعطيه إبراهيم في آخر حياته فيعيش بين يديه ستة عشر شهرا ثم يأخذه الله تبارك وتعالى منه يذهب صلى الله عليه وسلم إليه فيحمله بين ذراعه والطفل يموت وهو رضيع يجود بنفسه تدمع عينه صلى الله عليه وسلم لكنه يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقق يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإنا إليه راجعون تموت ابنة مرقية وزينب وأم كلثوم ويحضر الدفن ويراها بعينيه وهي تدخل قبرها وعينه تزرف صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يموت الوحيدة التي بقت فاطمة يخبره الله تبارك وتعالى أنها أول من سيلحق به بعد موته يعلم موتها حتى وهو حي ابتله الله تبارك وتعالى بالفقد ابتله الله تبارك وتعالى بتصليط الأعداء عليه وإخافته يقول صلى الله عليه وسلم لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد وقد خلت تمر علي السلاس ليال وليس لي ولبلال طعام إلا ما يوريه إبطه صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة تعرض لشتى ألوان الأذى سبوه يقولون عنه مذمم لا يقولون عنه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش يقولون عني مذمم وإني محمد صلى الله عليه وسلم يسبونه ويشتمونه ويتهمونه بالجنون وبالكذب ويحذرون الناس منه صلى الله عليه وسلم طلقوا له بناته فوجدهم عنده قد طلقنا من أزواجهم لم يكتفوا بذلك يذهبوا إلى فناء الكعبة ليصلي فيأتي المجرم عقبة بن أبي معيط فيخنقه بثوبه حتى كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم حتى جاء الصديق فدفعه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يصلي عند الكعبة فيأتي المجرمون بسلى جذور فيضعونه على رأسه وعلى ظهره صلى الله عليه وسلم حتى تأتي فاطمة فتزيحه تخيل سلى الجزور هذا الشيء الذي يخرج من بطن للجمل هذا الشيء المقرف هذا يضعونه على رأسه وعلى ظهره صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صابر وراض عن الله تبارك وتعالى يهجرونه من بلده يتركها فيقف على مشارفها فيقول والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت يخرج يخرج ويترك أرضه وسماءه وبلده ليذهب إلى بلد أخرى ليقيم دينه هل تركوه ذهبوا إليه وحاربوه حاربوه وحاربوه أصحابه وقتلوا أحبابه بين يديه صلى الله عليه وسلم هو مع ذلك صابر وراض عن الله تبارك وتعالى حاولوا قتله مرارا وتكرارا في حروبه وفي غير حروبه محاولة اغتيالات عدة من المشركين ومن اليهود أرادوا أن يقتلوا سم وضعوا له السم وأرادوا أن يلقوا عليه الحجر صلى الله عليه وسلم وأسحروه عليه الصلاة والسلام بل اتهموه في عرضه حتى حبيبته عائشة أحب الناس إليه لم تسلم يتكلمون في عرضها وينقطع الوحي شهرا كاملا والله تعالى لا يخبره بالأمر ولا بحقيقته ويتألم صلى الله عليه وسلم حتى يجمع الصحابة فيقول من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي وما علمت عنهم إلا خيرا وبعد شهر كامل تنزل البراءة وكل هذا هو راضي عن الله عز وجل أتدري لماذا كان راضيا عن الله العبد إنما يرضى عن ربه إذا أحب الله سينقلب البلاء في حقك تنقلب البلية نعمة وتنقلب المحنة منها عندما تعرف ربك عندما تعرف أن الله تبارك وتعالى ما ابتلاك ليعذبك إنما ابتلاك ليهذبك أن الله تبارك وتعالى في عطائه ومنعه لطيف حكيم كما قال بعض السلف عد منع الله عطاء فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك رحمة ولطفة كثير من الناس يظن أن الله تبارك وتعالى منعه ليعاقبه منعه ليذله لا يا عبد الله الله تعالى كريم حكيم يعطي ويمنع لا للتشهي سبحانه وتعالى بل اسمع هذا الحديث الذي تطيب به نفسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليحمي عبده المؤمن اسمع الكلمة ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشرابة خافون عليه عندما يموت ولدك فإنه لم يضع إنما سينتظرك عند الله تبارك وتعالى هناك ملتقى هناك لقية هذه الدنيا ستزول سجن المؤمن وجنة الكافر وما ضرك عبد الله إذا كان لك الجنة كما قال بعض السلف جبر الله تبارك وتعالى لهم بالجنة كل مصيبة فما ضرهم من الدنيا إذا رضيت عن الله وعرفت الله تبارك وتعالى رضيت عن قضائه إذا عرفت أن أعظم الناس بلاء كان نبينا صلى الله عليه وسلم اطمأن قلبك وعرفت أن الله تبارك وتعالى حكيم رحيم فارضأ ليكن لك الرضا في الدنيا والآخرة اللهم ارضى عنا وأرضنا يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة